بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام والرقيقة الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رمز. الحقيقة بيحمل بشارات كتير للرأي. الرمز ده ليه معاني طيبة او معاني محمودة كتير جدا. اولا من معانيه انه بيدل على دخول الرأي لفترة جديدة في حياة الرأي. الفترة دي هتكون فترة ايجابية او مرحلة ايجابية في حياة الرأي. كمان من الرمز اللي بيدل على انتهاء فترة كانت فيها حزم او كانت فيها الى مبداية فترة جديدة فيها تغيير ايجابي وكمان مليانة بالاخبار الصارة. كمان الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة من الرموز المبشرة بحصول الرأي على وظيفة. ووظيفة كمان مرموقة. وهيحقق من خلالها الرأي اهدافه او احلامه. كمان من الرموز المبشرة كمان بقدوم الرزق وقدوم اه اه مال للرأي وتحقيق ارباح وتحقيق اه اه مكاسب. كمان من الرموز المبشرة للمرأة المتزوجة لو شافت الرمز ده اه فمن الرموز المبشرة ليها بالحمل وبالانجاب كمان بخلاص اه من فترة او من مشاكل او من خلافات آآ كانت آآ موجودة. آآ كمان من الرموز المبشرة برضو بآآ الشفاء لو كان الرأي آآ مريض كمان آآ من الرموز اللي بتدل على آآ رزق وعلى تحقيقه آآ مكاسب مالية وارباح آآ مالية. كمان من الرموز اللي بتدل على آآ دخول الرأي لمشروع جديد آآ في حياته. والمشروع ده هي آآ هيعود بالمنفعة و هيحقق من خلاله ارباح او آآ مكاسب لو كان المشروع ده مشروع آآ تجاري. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو آآ رؤية الدولاب. آآ رؤية الدولاب في المنام اما يشوف الرأي دولاب مليان آآ بالملابس فدي من الرموز اللي بتدل على السدر. وكمان من الرموز اللي بتدل على الاستقرار للرأي. كمان الدولاب المليان مقتنيات او مليان كتب آآ او اموال فدي كلها بتدل على تحسن في الوضع الاقتصادي للرأي. وكمان تحسن في المعيشة. كمان من الرموز اللي بتدل على الرفاهية آآ وخصوصا الناحية المادية. كمان الدولاب للفتاة العزباء. اما تشوف الدولاب الابيض في المنام. فآآ من الرموز اللي بتدل على دخولها في مرحلة جديدة في حياتها. المرحلة دي آآ هتكون مرحلة فيها تغييرات ايجابية. كمان هتكون مرحلة مليانة بالاخبار الصارة. آآ كمان الدولاب برضو آآ من الرموز المبشرة بحصول الرأي على وظيفة. آآ كمان لو كانت فتاة عزباء وبتسعى لعمل فبشارة لها بوظيفة وبعمل مرموك. آآ هتحقق من خلاله اهدفها او احلمها. كمان الدولاب المليان ملابس والمليان مجوهرات فدي بشارة لها بالزواج من شخص آآ غني ومن شخص آآ ميسور. كل ما كانت الملابس آآ غالية آآ وكل ما كان الدولاب مليان مقتنيات آآ سمينة. كل ما كان الشخص هيكون اغنى. كمان الدولاب برضو لما تشوف الفتاة ان هي بتفتح الدولاب فده فتح آآ آآ ابواب رزق وابواب خير آآ ليها آآ كتير. آآ كمان آآ المرأة المتزوجة المرأة المتزوجة برضو لما تشوف الدولاب مليان ملابس آآ نديفة ومترتبة فده رزق آآ هتحصل عليه. كمان الدولاب الجديد لما تشوف ان هي بتشتري دولاب جديد او تشوف دولاب جديد بشكل عام فبشارة لها بالحمل وبالانجاب. آآ كمان لما تشوف الدولاب مليان ملابس آآ نديفة مترتبة فده زوال آآ خلافات او زوال آآ مشاكل آآ او زوال آآ هموم كانت بتمر بيها. كمان الدولاب برضو من الرموز المبشرة لها بقدوم رزق لها او كمال آآ لزجها. المرأة الحامل كمان لما تشوف الدولاب مليان آآ ملابس فده صحة آآ ليها ولي جنينها. لو كانت آآ بتمر بزروف صحية صعبة في فترة الحامل فبشارة ليها بان هي هتنتهي. كمان الولادة من الدولاب كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وآآ ميسرة. كمان بشارة بان هي هتنجب جنس المولود اللي هي بتتمناه. فلو كانت بتتمنى ولد فولد لو كانت بتتمنى بنت آآ فبنت. كمان الدولاب آآ من الرموز برضو اللي بتدل على خير قادم ليها على رزق ليها وآآ لي آآ آآ زوجها. المرأة المطلقة كمان. المرأة المطلقة لما تشوف الدولاب آآ فبشارة ليها بآآ آآ تأخلها مرحلة جديدة. المرحلة دي هتتخلص فيها من هموم من مشاكل او آآ خلصها من فترة صعبة كانت بتمر بيها وبداية فترة جديدة آآ في حياتها. آآ كمان الدولاب القديم آآ للمرأة المطلقة احيانا بيدل على حنين آآ لفترة سابقة او حنين دي الماضي. الدولاب الابيض للمرأة المطلقة آآ بشارة ليها بالزواج والزواج من رجل آآ صالح. وكمان الرجل ده هيكون عود ليها عن فترة صعبة آآ كانت بتمر بيها او عود ليها عن آآ زواجها السابق. كمان الرجل آآ لما يشوف آآ ان هو بيشتري آآ دولاب فبشارة ليه بفرصة عمل جديدة آآ وكمان بشارة ليه بكتوب رزق. لو رجل آآ غير متزوج وشاف آآ الدولاب آآ في ملابس آآ مرصوصة وآآ نديفة فبشارة ليه بزواج آآ من امرأة آآ صالحة. كمان الرجل آآ لما يشوف آآ ان هو آآ يشوف الدولاب فبشارة ليه بكدومه المشروع او بعمله لمشروع جديد او دخوله مشروع جديد. والمشروع ده هيحقق من خلاله آآ ارباح او مكاسب وآآ منافع كتير آآ للرأي. اما الدولاب الخاص بالمطبخ. اما يشوف الرأي دولاب آآ المطبخ مليان اطعيمة واطعيمة آآ حلوة. فدي من الرموز برضو اللي بيطلع على مال وعلى رزق حلال هيحصل آآ عليه. آآ كمان آآ الدولاب الخاص بالمطبخ لما يشوف فيه خبز او فيه عيش. فده آآ آآ بشارة ليه بيكسبه لاموال وآآ لاموال آآ حلال. آآ ده كده باختصار اهم البشارات اللي بتحملها رؤية الدولاب سواء دولاب في ملابس او دولاب آآ في آآ مقتنيات آآ او آآ دولاب المطبخ. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو فيه اي استفسار او آآ سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرط عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة